تظاهرة إلكترونية لتعريف العالم بالرفض الشعبي لانقلاب ميليشيا الحوثي ناشطون يؤكدون أن تسع سنوات من الانتهاكات كافية لثورة عارمة تجتث ميليشيا الحوثي وتقرير حقوقي يرصد 1600 انتهاك حوثي بحق سكان صنعاء ناشطون إخبارية المفصلة على قناة يمن شباب حياكم الله أبدأ معكم هذه النشرة من ردود فعل اليمنيين في ذكرى الانقلاب الحوثي المشؤوم حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تظاهرة إلكترونية واسعة لتعريف العالم بحالة المقاومة والرفض الشعبي لانقلاب ميليشيا الحوثي بالتزامر مع الذكرى التاسعة للنكبة وقال الناشطون إن ذكرى النكبة التاسعة لانقلاب الميليشيا التي تحل اليوم مثلت خلال السنوات الماضية أسوأ مرحلة في تاريخ اليمن على كافة الصعود الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وبحسب النشطة فإنما يبعث الأمل مع حلول الذكرى التاسعة للنكبة هو حالة المقاومة المجتمعية المستمرة والرفض للمشروع الحوثي الفارسي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا في السياق قال ناشطون إن الحد والعشرين من سبتمبر هو اليوم المشؤوم الذي انقلبت فيه ميليشيا إيران على الجمهورية وعلنت الحرب على اليمنيين ومارست منذ انقلابها ألاف الانتهاكات وشردت ملايين اليمنيين وأوضح الناشطون أن الميليشيا مستمرة في عملية تطييف التعليم بهدف تدمير الهوية الوطنية وتكريس مشروعها الإرهابية المتطرف دعين المواطنين إلى الانتفاضة بثورة عارمة تجتث الميليشيا من جذورها 21 سبتمبر هو اليوم المشؤوم الذي حدثت فيه أكبر انتكاسة لليمن واليمنين باكتاح ميليشيا الحوثي العاصمة الصنعاء وإعلان مشروع إيران في اليمن الحرب على الشعب اليمني وإسقاط مؤسسات الدولة تسع سنوات من الحرب تسع سنوات من الدمار تسع سنوات من الإرهاب تسع سنوات من القتل أدخلت فيه ميليشيا الحوثي الشعب اليمني في نفق مظلم ولا زالت مستمرة للعام التاسع على التوالي في حربها وشن جرائمها مارست خلال كل هذه السنوات أنواع الجرائم والانتهاكات قتلت آلاف اليمنين شردت ملائي اليمنين دمرت كل جميلين في هذا البلد كان لهذه الحرب أو لهذا الإنقلاب المشؤوم آثار كارثية وخطيرة على كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية تقوم ميليشيا الحوثي اليوم بعملية تطييف للتعليم بتدمير الهوية اليمنية بكل ما يمت للشعب اليمني بصلة من أجل تكريس مشروعها الارهابي المضطرف الحنصري المستورد من إيران إلى ذلك قال أكاديميون أن يوم الحادي والعشرين من سبتمبر هو يوم النكبة والعار بالنسبة لليمنيين لأنه أعاد التخلف حيث حولت من خلاله الميليشيا تشويش عيد السادس والعشرين من سبتمبر مستغلين الخلافات السياسية وأكدوا في تصريحات اليمن شباب أن الأصوات الصاخطة والرافضة لميليشيا الحوثي تؤكد فشلها في تطبيق تجربتها الإيرانية على المواطنين يوم الواحد والعشرين من سبتمبر هذا اليوم الذي أراد أن يعمل على تشويش يوم السادس والعشرين من سبتمبر لكنه يوم مرفوض اليمنيون جميعا بعد تسع سنوات يقولون للحوثيين بأن هذا اليوم هو يوم المشؤوم ويوم سيظل في تاريخ اليمنين يوم العار يوم النكبة سميه ما تشاء حاول الحوثيون أن يلعبوا على المتغيرات ويلعبوا على الاختلافات بين القوات السياسية وانقضوا على الجمهورية لكن هذا اليوم يأتي بعد سنوات يأتي ويحمل معه كثير من المآسي والآلام كثير من التخلف والتراجع والتخلف الذي تشهده هذه السنوات وهذا اليوم هو تتوي لذلك اليوم المشؤوم الذي حدث في يوم واحد وعشرين سبتمبر من جانبه قال رئيس مجلس مقاومة نهم زيد الشليف إن يوم الحادي والعشرين من سبتمبر يوم مأساوي في تاريخ اليمن وبسببه عادت البلاد عشرات السنوات إلى الوراء بسبب الأفكار الحوثية المتخلفة وأكد تصاعد حالة الرفض الشعبي لميليشيا الحوثي وأصبح الأهالي يدركون عظمة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر متعاهدا بالمضي على درب ثوار سبتمبر حتى القضاء على الانقلاب الحوثي ومحوي صورته المشؤومة من أذهن المواطنين طبعا يوم واحد وعشرين سبتمبر هو يوم مأساوي في تاريخ اليمن وهو منعطف لم تشهده اليمن شهدت اليمن منعطفات نقلت اليمن إلى الأمام لكن منعطف واحد وعشرين سبتمبر عاد اليمن عشرات السنوات بل مئات السنوات إلى الوراء بأفكار الحوثي الرجعية المتخلفة التي أراد أن يفرضها على أبناء الشعب اليمني لكن الأبناء الشعب اليمني إلى اليوم رافضين فكرة واحد وعشرين سبتمبر وقد رأيناهم اليوم في مناطق سيطرة الحوثي هناك ضجيج واسع وهناك رفض واسع في جميع المناطق التي تسيطر على الميليشات الحوثية الشعب اليمني أصبح اليوم أكثر وعيا وأكثر إدراكا بأهمية 26 سبتمبر عندما شهد ما أتت به 21 سبتمبر بثت القوات المشتركة اعترافات لخلية سابعة لميليشيا الحوثي كانت تحاول زرع عبوات ناسفة في طريق أسفلتي يربط بين المدينة عاصمة المحافظة ومديريات الساحل ونشر الإعلام العسكري تسجيلا مصورا يتضمن اعترافات عنصرين في خلية إرهابية حوثية كانت تعتزم زرع عبوات ناسفة في الخط الأسفلتي الرابط بين تعز والساحل الغربي في أغسطس الماضي واعترف عنصراء الخلية بتورطهما في زرعة عبوات ناسفة في طرقات عامة معظمها في تعز راح ضحيتها في الغالب مدنيون مؤكدا أنهما يعملان ضمن وحدة حوثية تسمى وحدة العمليات الإيذائية التي لا تفرق في عملياتها بين مدني وعسكري في أغسطس الماضي حاولت الخلية الحوثية زرعة عبوات ناسفة في الطريق الرئيس أمام جبر العرف قبل أن تضبطهما القوات المشتركة عقب مواجهات أسفرت عن مقتل العنصر الثالث التقى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الأول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أعمالها الثلاثاء في نيويورك ومن المقرر أن يلقي العليمي كلمة اليمن في اجتماع اليوم الخميس متطرقا إلى مستجدات الوضع الوطني ورؤية المجلس والحكومة بشأن فرص السلام العادل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها إضافة إلى الموقف من التطورات والتحديات المتشابكة على المستويين الإقليمي والدولي يشار إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي شارك في الاجتماعات الصنوية للجمعية العامة على رأس وفد رفيع المستوى بحسب مراقبين فإن النظرة الأمريكية للأوضاع في اليمن لا تزال قاصرة تتجاهل جذور المشكلة وتكتفي بحلول جزئية تطيل من أمد الانقلاب الحوثي والحرب ما تزال الإدارة الأمريكية عند رؤيتها القاصرة للأزمة اليمنية بالرغم من موقفها الإيجابي الداعم للشرعية في اليمن والالتزام بالمرجعيات الثلاث الأوساط السياسية وقيادة الشرعية لطالما نصحت الأطراف الدولية والمبعوث الأممي بالتوصف الدقيق للأزمة وتصحيح الرؤية تجاه جذور الأزمة المرتبطة بجماعة إرهابية تمارس التفرقة العنصرية وكافة أشكال الجرائم والانتهاكات المحظورة في القانون الدولي والمصنفة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من منظور نأس لالي نأب حقيتها الإلهية في الحكمة وتقويضها أسس الجمهورية والديمقراطية والمواطنة ومحاولة عودتها بالبلاد إلى حقبة مظلمة فالحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بحسب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العالمي قلبت الأولوية التنموية في اليمن الرأسا على عقب وتسببت بسحق المكاسب الاقتصادية النسبية وأعادت البلاد عقوداً إلى الوراء رؤية قيادة الشرعية تضمنتها كلمة للعليمي على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تحاول الشرعية مراراً وتكراراً لفت أنظار المجتمع الدولي إلى طبيعة الكارثة الحوثية ليس باعتبارها فقط جماعة انقلابية بل الأخطر نهجها العنصري والعقائدي الذي يجعلها جماعة تخريبنا وإرهابنا لا تؤمن بالسلام ولا يمكنها العيش في حالة سلام ما لم يتم إضعافها عسكرياً لرغامها على التفاوض عدى ذلك فكل خطواتها مجرد تكتيك لجولة جديدة من الحرب العليمي وخلال اجتماعاته بالمبعوث الأممي والبعثة الأوروبية لدى اليمن أجدد المطالبة بضغوط فعلية على الميليشيا لرغامها على الجنوح للسلام على العكس من ذلك يمضي الغرب والإدارة الأمريكية على وجه الخصوص للبناء على هدنة منتهية وكانت هشة من الأساس منذ إقرارها في أبريل من العام الماضي وطوال ستة أشهر للهدنة المنتهية في الثاني من أكتوبر عام 2022 وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أوفي بيان صادراً له مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العالمي في نيويورك قال إن الاتفاق السياسي بين الأطراف اليمنية والذي يلبي أيضاً أدعوات اليمنيين لتحقيق العدالة والمسائلة هو القادر على إحلال السلام والإزدهار في البلاد خطاب سياسي ومتزن من قبل الأمريكيين لكنه بلا قيمة ما لم يتم إرغام الميليشيا عسكرياً للرضوخ والجروح إلى السلام بحسب مراقبين يرون الطريقة التي تتعامل بها واشنطن لا تتواؤم مع جماعة مضطربة وغير متزنة كميليشيا الحوثية التي تجد نفسها في وضع مريح وليست تحت ضغوط دولية فعلاً ولم تتعرض لضغط عسكري كاف طوال العامين الماضيين بعد إرغام الأطراف الخارجية للشرعية بوقف أي تحرك هجومي والاكتفاء بموقف دفاعي فقط حقوقياً وثق تقرير حقوقي ارتكاب ميليشيا الحوثي 1600 انتهاك وجريمة بحق سكان صنعاء منذ يناير وحتى أغسطس 2023 التقرير الذي صدر عن مركز العاصمة الإعلامي أكد أن تلك الجرائم تنوعت بين نهب الأموال ومصادرة أملاك عامة وخاصة وإصدار أحكام قضائية وفرض الجباية والجمارك ورصد التقرير شن ميليشيا الحوثي أكثر من 30 حملة مسلحة من بداية العام الجاري وحتى أغسطس الماضي لنهب الأراضي والممتلكات الخاصة وأحداث تغيير ديمغرافي في المناطق المحيطة بصنعاء مثل بني الحارث وبني مطر وهمدان قمنا ندوة ثقافية وهي تتزامن مع الذكرى التاسعة لانقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة الذكرى التاسعة للنكبة في هذه الذكرى أصدرنا تقرير حقوقي من مركز العاصمة صلت الضوء على عملية تجويع وإفقار ميليشيا الحوثي تمارسها بحق المواطنين في أمرة العاصمة التقرير ركز أو رصد نحو 1600 عملية انتهاك أبرز تلك الجرائم هي 22 حملة عسكرية قادتها من شرحوثي في بني مطر وبني الشيش لنهب الأراضي التقرير سلت الضوء أيضا على عملية نهب التجار وأصحاب المحلات ووصل الحال إلى نهب أصحاب المطاعم البسيطة والصغيرة ندوة سياسية في مناسبة ذكرى 21 ستمبر ذكرى النكبة التي سطى عليها الحوثيين في هذا التاريخ طبعا نتكلم على المرأة اليمنية والانتهاكات الحوثية التي طالت المرأة انتهاكات عديدة في حقوق المرأة التي تظلم أخذت في حقها وانتهكت مئات النساء التي انتهكت حقوقها في حق تعبير حق الصحة حق التعليم حق التنقلات دعا مدير إذاعة الاتحادية محمد الجماعي وسائل الإعلام إلى الاهتمام بصنعاء وأخبارها وضع محر مختص لذلك في كل وسيلة إعلامية كما حثى الصحفيين والإعلامين في مواصلة دورهم النظالي في فضح جرائم الحوثيين في صنعاء وكافة المحافظات غير المحررة الندوة اليوم طرقت موضوع مهم جدا وهو الحرب غير الباردة بين الحاظنة التي يحكمها الحوثي وبين الحوثي أيضا وميليشياته وهي مهمة جدا ودور الإعلام فيها أيضا مهم جدا ونحن أشهدنا اليوم بدور القنوات الفضائية والوسائل الإعلام الأخرى في تغذية هذه الحرب غير الباردة بذريعة الزيارة يقاربهم النازحين في مأرب قادت ميليشي الحوثي الإرهابية حملة مداهمات مطلع هذا الأسبوع على قريات في مديرية كعيدنا واختطفت عددا من الأهالي بينهم شيخ مسن توفي في المعتقل بعد يومين من اختطافه بين السطوع الأراضي ومصادرة الممتلكات وبين الاختطافات ومداهمة القرى والمناطق الآهلة بالمدنيين تتشكل الحياة اليومية للحوثيين ومسيرتهم الإرهابية في المحافظات المنكوبة بالانقلاب الإمامي الغاشم محافظة حجة لعى نصيب من انتهاكات الميليشية التي فجلت في إخفاء طبيعتها فظهرت كعصابة من اللصوص والنشالين والمجرمين عجزة كل العجز عن التصرف كسلطة أمر واقع المداهمات والاختطافات وترهيب النساء والأطفال مسلسل حوثي لا يكاد يتوقف خلال الأيام القليلة الماضية داهمت الميليشية قرية بني سعيد في محافظة حجة واقتحمت منازل واختطفت 15 من الأهالي حملة المداهمات روعت سكان القرية وخاصة النساء والأطفال ودفعتهم لترك منازلهم والفرار إلى الجبال المختطفون من أبناء القرية زجت بهم الميليشية في سجونها من ضمنهم الشيخ حسن عبدالله الزليل البالغ من العمر 75 عاما والذي توفي في أحد سجون الميليشية بمديرية كشر وفاة المسن الزليل أتت بعد يوما من اختطافه وأبناء قريته في الحملة التي نفذتها الميليشية الإرهابية بذريعة قيام المختطفين بزيارة أقاربهم النازحين في مأرب باتت زيارة الأقارب جريمة في قاموس مجرم الحرب عبدالملك الحوثي وعصابته العنصرية التي تزداد عزلة يوما نأتل وآخر في مناطق سيطرتها بسبب إمعانها في إذلال اليمنيين وتشريدهم واستهدافهم بالقتل والاختطاف والتعذيب والتجويع وغير ذلك من صنوف الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق مصادر حقوقية منظمات حقوقية منها المركز الأمريكي للعدالة ومنظمة رايت سراتر طالبت الميليشيا بوقف حملة الاختطافات وضمان سلامة المختطفين ممن زجت بهم في سجونها ونددت بترويع النساء والأطفال الذين فروا إلى الجبال كما طالبت المنظمات بإيقاف كافة أشكال الانتهاكات وتفعيل الآليات الدولية في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وفي شأن آخر أقدمت قوات الانتقالية المدعومة إماراتيا على هدم منزل مواطن بعد تعرضه للمداهمة مطلع الأسبوع الجاري في حي السفارات بمديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن وقال المواطن إنصاف حسن أن قوات الانتقالية دهمت المنزل واعتدت على النساء والأطفال ونهبت ما فيه من أموال ومحتويات ثمينة بأمر من مأمور خور مكسر الذي وجه بهدم المنزل دون سابق إنذار أو حكم قضائي بذلك ونشد مجلس القيادة الرئاسي ومدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي بسرعة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهة التي اعتدت على المنزل وأرجاع المسروقات التي جرستوا عليها عادت أزمة الكهرباء مجددا في عدد من مديريات عدن مع ارتفاع ساعات انقطاع التيار إلى نحو ثماني عشرة ساعة كل أربع وعشرين ساعة بعد أسابيع قليلة على الاستقرار النسبي وقال مصدر في المؤسسة العامة لكهرباء عدن إن القدرة التوليدية لمحطة بيترو مسيلة انخفضت من تسعين إلى ستين ميجاوات نتيجة نقص في مادة الوقود وأكد أنه يصل إلى المحطة بشكل يومي نحو أربع ناقلات وقود في الوقت الذي تحتاج ضعف ذلك ما ينعكس على أداء الخدمة تجاه المواطنين في الوقت الذي تشهد فيه عدن ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة ما تسبب بتفاقم معاناة السكان حصدت الحقوقية موناء لقمان جائزة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية ومنحت كل من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الجامعة جورج تاون الناشطة لقمان جائزة وسام كلينتون للعام 2023 لشجاعة والقيادة الاستثنائية لصناعة عالم أكثر أمانا واستقرارا يشار إلى أن لقمان حصلت العام الماضي على لقب صاحبة الرؤية الدولية من قبل معهد الفرات كصاحبة أفضل رؤية استراتيجية لعام 2022 ختام النشر عودة أذكر بأبرز ما جاء فيها تظاهرة إلكترونية لتعريف العالم بالرفض الشعبي لانقلاب ميليشيا الحوثي أشطون يؤكدون أن تسع سنوات من الانتهاكات كافية لثورة عارمة تجتدت ميليشيا الحوثي وتقرير حقوقي يرصد ألفا وستمائة انتهاك حوثي بحق سكان صنع ختم النشر أشكركم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة